لا تدعم الله إلها آخر الإله والمعبود فكل من دعا وليا ميتا انس جن شجر داب وثن صنم الأمر واحد لا فرق بين أن يدعى من دون الله شيطان أو ملك رسول أو طاغوت الشرك هو جعله شريك مع الله عز وجل وذلك هم ايش يقولون يقولون تنزلون علينا الآيات التي أنزل الله في عباد الأصنام علينا نحن ونحن نعبد الأولياء يقول ايش الفرق ما فرق بنت عبدت وليا أو عبدت شيطانا فكل من عبد غير الله كل من عبد وليا أو شيطانا الكل أشرك بالله هذا مشرك وهذا مشرك هذا وجه الوجه الثاني حتى المشرك الأول كان يدعون أولياء كان يدعون أولياء الوجه الثالث حتى الأصنام التي كان يدعونها إنما هي تصاوير لأولياء كما وقع الشرك فيه قوم ينوح عليه السلام فتأملوا هذا التوحيد يحتاج أنك تتفقه فيه بعد ليس الفقه فقط في المساء العملية حتى التوحيد يحتاج أن تتفقه فيه لا ترجمة نانسي قنقر